أكدت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة أنجلينا جولي استمرارها بإيصال معاناة النازحين إلى المجتمع الدولي لتوفير أكبر قدر من مساعدات إليهم وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان أن جولي بحثت في إربيل مع المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دازاي سبول تعزيز التعاون والتنسيق بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وحكومة الإقليم بهدف تحسين وإعادة بناء حياة النازحين قبل إعادة بناء الدور والأبنية مضيفا أن الطرفين اتفقا على استمرار المحادثات لغرض إيجاد مبادرات متقدمة تفوق تقديم الدعم المادي والمساعدة الإنسانية